ايه سر تراجع مستوى الناد الاهلي في الفترة الاخيرة بعد كاس العالم الاندية والهزائم اللي دايما في الدياة التسعين من يتحمل النتائج وتزبزه بالمستوى في الناد الاهلي وبعد تعادل وخسارة من الهلال السوداني وصندون تعادل في القاهرة وتعادل بأسوأ أداء للناد الاهلي هذا العالم مع كولر ماتش الداخلية والتعادل واحد واحد ده اللي هنعرفه في آخر الفيديو هنقول لكم أسباب هبوط مستوى الناد الاهلي وليه مستوى الناد الاهلي تراجع هنتكلم عن تصريحات سلمان وهدان القام بعمل مدير إدارة ناد الزمالك حاليا الناد مكان مرتضى منصور وتصريح الدرب كورسي في الكولوب وهو عودة مستر اكس عودة مستشار مرتضى منصور بعد الحبس لمدة شهر تصريحات قوية جدا قالها والأزمة المالية الطحنة اللي بيمر بها ناد الزمالك تصريح أحمد كابتن أحمد شوبير على العقوبات اللي بيقاحها الناد الاهلي على الجهاز الفني كولر واللعبين ولازم تكون مش معلنة هنتكلم عن تصريح محمد أبوداب على قندوسي وصفقة ما تستحقش الخناء بين الأهلي والزمالك المهم فيديو دا سم جدا أتمنى تشوفوه الآخر لأنه في أخبار حقي أخبار كلام جميل جدا المفروض نعرفه إن شاء الله بشكر كل الناس اللي شهيرت وكل الناس اللي شتركت وما تنسناش كده بالشير واللايك والكومنت إن شاء الله ويلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ دايما نصلي بينا على سيدنا الحبيب اللي بذكر الأولوة التطيب اللهم بصلي وسلي مبارك عليك يا سيدي يا رسول الله طبعا هنبدأ بأزمة الطحنة في نادي الزمالك طبعا بعد المستشار مرتبط منصور والحبس فقضية سبق وقصف الكابت المحمود الخطيب نادي الزمالك بيعاني من أزمة مالية طحنة وهو داخل على ماتشين يعني مهمين جدا نادي الزمالك أولهم بيرامتز طبعا الماتش اللي هيكون صعب جدا جدا يوم الجمعة الماتش الفنادق والأعاشة مفيش فلوس مفيش فلوس للفنادق في فنادق اللي هي فلوس عند النادي الزمالك منين هتجيب فسلمان وهدان في ورطة منين هتصرف في ظل الحجز على الأرصدة هما بيقولوا لسه فلوس إمام عشور لسه ما استلموهاش طب هيستلموها إمتى طب الفلوس وقبض الموظفين والعملين في النادي فلوس للعيبة حاجات كتير قوي والتراجي الإقامات والظروف دي كلها فنادق الزمالك بيمر بأزمة كبيرة جدا الفترة اللي موجود حاليا في سلمان وهدان اللي بيقول فيها يعني يعني ملف صعب جدا هو أخصول الأزمة المالية فهنتصرف فيها ازاي الله المستعان وكمان صرح كمان على إن أبعا كابتنا أمير مرتبى منصور ممكن اليومين فاتوا دول ما حضرش التدريبات طبعا بيقوله عشان نفسيته وعشان طبعا كان بيزور ورده اليومين اللي فاتوا إيه نادي الزمالك رايح على فين الله أعلم لأن بس اللي قدر أقوله إن الماتش اللي جاي بيرامدس والتراجي مهمين جدا لنادي الزمالك مهمين جدا جدا لو فاز بيهم هيبقوا دافع معنوي وعلى فكرة موضوع بطولة إفريقيا بس الزمالك لازم يكسب التلاتة اللي جايين لازم يكسب التلاتة اللي جايين ودي محتاجة شغل رجالة وإلعابة موت نفسها وجهاز إداري يحس بقيمة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك مفيش حاجة مستحيل في الكرة مفيش حاجة مستحيلة في الكرة بس الأهم إن زوالد وفريرا الامين بس اللي يقدر ينشط اللعيبة ويطلع اللي عندهم في الفترة اللي جاي وخصوصا أنك هتلاعب ماتش كوي جدا قدام بيرامدس بخبراته وبتشيكو مدرب كبير ولعيبة طبعا بخبرات عبدالله السعيد مصطفى فتحي رمضان صبحي وطبعا فخر لغاي وقسامة كتير جدا فرقة كبيرة وفرقة جمدة جدا 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 بيرامدس فنادي الزمالك رأي على فين ورح ضارب كرسي في الكولوب وقال المستشاة المرتضى منصور هيرجع بعد الحبس بتاعه بعد الفترة اللي هي السجن بتاعه البودتشار اللي هي خلاص العقوبة المقيدة للحرية فيه من حقه يرجع على طول نادي الزمالك أنا اللي عايز أعرفه أنا مش هافتي في القوانين ولا هافتي بس اللي قدر أقول عليه أنه كل شيء في مصر جايز كل شيء في مصر جايز اوعى تراهن على حاجة لأنه ما بعدش حاجة مضمونة بس التصريح اللي قاله قاله ليه بعد أن الفترة اللي فاتت كل التصريحات بتقول أن المستشاة المرتضى منصور استحالت عودته لنادي الزمالك مرة أخرى فسلمان وهدان ضرب كرسي في الكولوب وقال أن المستشاة المرتضى منصور فورا وكلمة واحدة لا جدالة فيها بدون نقاش هي عودة المستشاة المرتضى منصور فهل أنتم شايفين في الفعل هيرجع المستشاة المرتضى منصور قولوا لي في الكومنتات تحت وإذا رجعت دا نسمي إيه عندكم التعليقات طبعا نالدي الزمالك في موقف اللي يحسد عليه بس نتمنى نالدي الزمالك الفترة اللي جاي يفوز ونشوف استقرار لنالدي الزمالك قلنا يا جماعة نتمنى لتصريح كابتة محمود أبو الدهب كابتة محمود أبو الدهب فجئنا بتصريح قال أن طبعا كل تقديره لحمة قندوسي بس بيقول قندوسي مش بالقوة أو مش لعيب ما كانش يستهل الخناء بما بين الأهل والزمالك عليه وشايفوا لعيب عادي جدا قندوسي لعيب عادي ما يستحقش أنا واحد بالناس دايما ما بقيمش اللعيب اللي بعد ما ياخد فرصته صح قندوسي لسه أو عنده لمسة واللعبة لكن بدنيا تعبان عشان يبقى متفقين جسمانيا تعبان الجسم برضو لازم يلعب دور القوة البدنية لها دور الالتحامات لها دور جريك في الملعب والاستحواز وقطع الكرة لها دور فلمستك حلوة لكن هنشوف فقا فأنا بقول لك قبل محمود ما نستعجلش في الحكم على قندوسي ما نستعجلش لازم ياخد وقته علشان نقدر نقيمه وما فيش فيها مجاملة حتى بدتل عن الكلام في الكرة بنقول رأينا بصراحة لازم نطلع عن الكلام بقول رأينا بصراحة جدا ولازم نتكلم على الواقع اللي هو اللعيب بيلعب في الملعب نتاجه ايه الانتاج بتاعه ايه طريقته في اللعب ايه شخصيته قراراته تحركاته البساط بتاعته كل حاجة بتحكم عليها ومع الاستمرارية مش ماتش يلعب فوق وماتش تاعد فبالنسبة لنحنا نحكم على قندوسي لأ لسه ما نحكمش عليه خالص دلوقتي كابت محمود معنا وقت لانه لعب لسه ما خدش فرصته كاملة لسه اللعيبة ما حفظتوش لسه ما حفظي اللعيبة فابتاخد وقت بعد التصريح كابتن محمود عبدالب نروح لتصريح كابتن شوبيل برضو اللي ضرب كورسي في القلوب وقال كلام غليب قوي بيقول لنادي الاهلي هيوقع عقوبة على كولر واللعيبة وسمع ان طبعا بعد النتيجة المخيبة الامال واسوأ اداء للنادي الاهلي والفترة الأخيرة كان طبعا طبعا الهزاي ساندونز تعادل ساندونز والتعادل انا بسميه النادي الاهلي التعادل هنا وتعادل هنا خسارتين خصوصا ان في القاهرة وخصوصا انه ماتش الداخلية فرق كبير قوي بين الاهلي والداخلية اسم ومهارات وتاريخ كل حاجات احدث ولا حرج الاهلي في حتة والانديجة التانية دي في حتة ومع التعادل والاداء السيئ جدا بيقول ان مجلس ادارة نادي الاهلي الاهلي المفروض اذا هيعمل عقوبات على الجهاز واللعيبة لابد ان لا تكون معلنة حتى لا تؤثر على نفسية كولر واللعيب طبعا انت كلامك انت تلاهت اتكلمت يعني المعنى كده انت اول واحد نبهت الجهاز الفني ونبهت اللعيبة ونبهت الاعلام ونبهت الصحافة ونبهت الشرع الرياضي ان في عقوبة على كولر فانت وصلتها لكولر خلاص يعني مش لازم نطلع كل حاجة نفتي فيها مجرد ان انت تكلمت ان لا تكون معلنة فخلاص انت اعلنتها ولو ما اعلنت ولو ما فيش اساسا عقوبة الناس هتفكر ان كولر خلاص وان كولر فهم ان فيه عقوبة حتى لو ما يعني ما فيش عقوبة عليه لكن تصريح جريب كل واحد بيطلع يفتي المهم نادي الاهلي له كافة الصلاحيات اذا كان يعاقب او ما عاقبش يقول او ما يقولش نادي الاهلي ادارة محترفة ادارة بتعرف في مجلس ادارة عالمي يقدر يقسي الامور ازاي ويقدر يحط الامور في الاصابها النادي الاهلي عنده مجلس ادارة نتشايفه يقدر يحكم الامور ويعني مش محتاج نصايح حاجة كابتنا احمد شجير نروح للموضوع الاهم واللي انا قلت هاختم به اسباب تراجع اداء النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت هل انتوا شايفين من كاس العالم الاندية مع ان انا شفت الاهلي عمل بطولة رائعة جدا عمل بطولة قوية جدا 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 ويمكن البطولة الوحيدة اللي ما طلعناش هاجبنا المدير الفني مع انه خاصلنا اربعة من ريال مدريد وخاصلنا اربعة من فلامينجو ومع ذلك حطين قدين على وقلن وما نطقناش ليه؟ لان شايفين اداء شايفين ايجابية شايفين روح قتالية شايفين شغل المدربين شايفين العين بتتحرك اعلى مستوى شايفين مستوعا علي جدا من احمد عبدالقادر من حسين الشحات الاهلي كله لكن فيها فوات في الاخر وبدأنا نشوف الاهلي بعد ادياء 90 وعند ادياء 90 بيتخل في الهداف مش في طبيعة وشخصية النادي الاهلي عدم التركيز في الداياع الاخيرة وانك تنهي المباراة بعد ما كان النادي الاهلي في الوقت ده ده ديئة بتاعته الاهلي براس 90 بدأ الاهلي في الداياع الاخيرة يدخل في اهداف كتيرة ده معنى ايه هل هو عدم تركيز هل التغييرات كتيرة اللي بيعملها المدير الفن كولر هل انتوا تتحملوا الكولر الفترة الفتاة دي مستوى يعني انا هقول بما يرد الله كولر فلم يمكن ماتش الداخلية انا بحمله جزء كبير بحمله جزء كبير انا في وقت من الاوقات بقول ان التدوير شيء جميل وانك تضاعمل شيء جميل لازم بيكون عندك تدوير في الفرقة بحيث ان العيبة كلها تبقى جاهزة لكن انا بحمله الكولر انه في وقت كتير من مبرايات وقعات كتيرة مع انه متقلق وعمل بطولات والاروح حسين الشاحات كتر تغيير اللعيبة من اماكنه شيء مش حلو شيء مش حلو يعني انت مرة محمد شير في راس حربة وحطوت الموت شيرفات في الداخلية في الشمال ليه؟ اذا راس حربة يلعب راس حربة كهرباء اللي انا بقوله هو وازلت بقولك كهرباء بيعمل اداء غير طبيعي مع انه مش راس حربة بس انت خلاص عشان عندك ادنحة عالية باحمل عبدالقادر وحسين الشاحات وان النادى الاهلي محتاج راس حربة وعدم سيقة كولر في محمد شريف وشاد حسين هو ده اللي بتدفع ان كهرباء يلعب راس حربة وكهرباء حطي اللعيبة في ورطة حطي المهاجمين النادى الاهلي في ورطة كهرباء ورت المهاجمين بتوع نادى الاهلي ليه؟ لان كهرباء اظهر انهما عجزة اظهر انهما فعلا لا يالك بيهم انهما يكونوا مهاجمين النادى الاهلي كهرباء مش راس حربة يا جماعة لكن تحركاته واداءه وإيجابياته حط الجهاز الفني في ورطة وحط اللعيبة كمان في ورطة بقال لهم بتبصوا على اللعيبة هي دي اللعيبة بتقولها براس حربة أنا ببلعبش راس حربة ومع ذلك بتقلق وبجيب وبصنع وأسستات وأهداف وأروع كهربا أنا شايف إنه كولر يتحمل إنه عدم السبات بتاع اللعيبة كتر تغيير اللعيبة من أماكنها ده شيء مش حلو يتحسب على كولر لإن اللعيب عشان تقييمني صح لعبني في مكاني مش مقتنع بي أنا قاعدني لإن أنا هنزل لن أجيد في المكان اللي أنا مبلعبش فيه فدي اللي هو حاجة الوحيدة اللي أنا شايفها لكن أنا شايفه عنده شخصية ما بيهزرش تصرحاته جدا عقلنية بيعمل شيء جميل لكن اللي أنا شايفه هو عدم ثبات التشكيل اللعيبة بأماكنها فده اللي بيعمله ده يمكن مؤثر جدا على الناد الآلي لكن لا يمنع إن في بعض اللعيبين غايبين على المستوام دكة بدلاء الناد الآلي مش بالقوة زي اللعيبة الأساسيين وده مؤثر عليهم جدا في مشكلة كبيرة جدا يا جماعة إنك إنت ما يبقاش عندك دكة بدلاء قوية أو بديل قوي واللعيبة المفروض يبقى فيه حماسة وفيه كابتن وقاعد في الملعب ما ينقص الناد الآلي حاليا أنا بقول في الملعب وخصويا للناد الآلي هتحس مين كابتن ملعب ما حترامش في النو يقف ما فيش كابتن وقاعد في الملعب بيأثر لازم حركة لازم يوفق أستحالة تقولي حتى لو اللعيبة الناد الآلي يوقعين مش قادرين ينقله كورة مش قادرين يضغطه ده حقا ملاش دعو المدرب المدرب شغله في التغييرات في الجمل في التحركات لكن عمر المدرب هيقولك اتحرك أو اضغط أو خل عندك دم أو حس بالتشيرت اللي انت لابسه ده صفات والناد الآلي دايما عنده روح الفانيلا فروح الفانيلا في الفترة الأخيرة رحت بخصوص أنا وجهة نظري بغياب القائد في الملعب ما فيش قائد في الملعب يقدر يصح اللعيبة يقدر يقول لهم فوقه يعني فيه لقطة في ماتش الداخلية كهرباء بيقوله من إله لعبوا لعبوا بيحمسهم فعلا محتاجين حاجة زي كده دي ملاش دعوة انت اعلم الداخلية بكتير ولعبتك اعلى بكتير لكن بن كوسين اللي انا عايز اقول عليه ان الناد الآلي في لعبة كتيرة مش في مستوى دكة بودلاء الناد الآلي مش بالقوة زي اللعبة يعني هو هتقول لي في عندك واحد زي حسين الشحات هو هتقول لي واحد عندك زي علم علول انت ممكن تماشي اي من اشرف الفترة اللي جاء اي من اشرف مش موجود هتماشي برونو سافيو برونو سافيو مش منه اي من اشرف بقوا هتقول لي محمد اشرف زيه بالعكس عمر ما فيه اهلي فيه بديل لعلي معلول ما فيه بديل له قوي ولما معلول بيقعد الناد الآلي بيتأثر ودي مشكلة كبيرة لكن فيه غياب اللعبة لازم تفوق لازم تجلسة بمجلس قدارة الناد الآلي هيقعد يشدهم الشدة روح الفانيلا الحمرة لو راحت كل حاجة بتروح روح الفانيلا الحمرة اساس الانتصارات الناد الآلي واساس لعيبة الناد الآلي الكتالية المحاربة على النقطة الاخر نفس في الفترة الاخيرة الناد الآلي بيدخل فيه اهداف كتير في الفترة الناد الآخر وده مش طبيعة الناد الآلي معناه فين روح الفانيلا لازم فيه لعيبة بدأت تهدى شوية لعيبة لازم تفوق لازم يحسوا التيشيرت لازم يعرفوا انهم الديئة دي بتاعتهم من الوقت ده بتاعهم انهم بيقفين فيه وبيلعبوا زي كده لاخر نفس فده انا بقوله محتاج مجلس الادار يقعد مع لعيبة يفوقهم محتاج كابتن في المرعب يفوق اللعيبة يقولهم انتو فين مش دلعبنا يشخط في اللعيبة يخليهم يصحوا الاستحواز الضغط تنقلوا كرة ازاي تقلت على القسم ازاي تحاول تستخلص ده شغلهم كابتن في المرعب اما كولر الجمل وعدم سبكت التشكيل بيلعب لعيبة مش في اماكنها مش في اماكنها كتر التغييرات ده وعدم سبكت التشكيل في وقت من الاوقات ده بيهز الفرقة فهو ده انا شايف هو ده فهل انتو رأيكم ما هو سبب سر تراجع اداء النادر في فترة اخيرة هل يتحملوا كولر بس ولا كولر واللعيبة انا بقول كولر واللعيبة مش عادف انتو رأيكم ايه قولولي في التعليقات ان شاء الله يا رب بيكون اعجبكم الفيديو اتشرفت بكم ومعاكم وليد محمود والمالعب 343